المقاومة في سيرة النبي واضحة جدا المقاومة على مستوى الفكر والعقيدة كان يقاوم من أجل التوحيد ومواجهة الشرك والأفكار المنحرفة التي شاعت في الجاهلية إلى حد كبير جدا بحيث أنهم كانوا يعبدون الأصنام بالإضافة لأنه كان مقاوما مبلغا ثقافيا يبلغ الثقافة والقيم الإنسانية كذلك أيضا كان مقاوما بالمال وكان مقاوما بالنفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نستطيع أن نقول بأنه في أغلب سيرته نشاهد فيها بأنه كان يقاوم الظالمين المشركين يعني الذين أرادوا تضليل الناس إخراج الناس من النور إلى الظلمات كان مجاهدا بالكلمة مجاهدا بالقرآن كذلك أيضا مقاتلا أيضا كان مقاتلا في الميدان يعني كان أيضا جهاد الأصغر ترجمة نانسي قنقر شكرا